اشتركوا في القناة 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 فبالتالي ادمنوا معود انه عطول يتحدى حاله وعطول مثل بكل الجامعات في منافسة وفي تحدي وكل اغنية يعني كل ما غنينا شي صعب كل ما وصلنا اكتر لما نبنوصل لمطرح نحنا بنعطيه بالبرايم مثلا بنعطيه غنية مش كتير صعبة يعني بس بده احساس وبده سلاسة بنحسوا عطول مشنج مروان اللي بينقصوا هو السلاسة عطول هالصبي مشنج يعني هلأ بس بلش المشهد حسينا رفييل ودينا الام عطيه هيك ملح وبهار وهيك بس رجع صار لحاله رجع تشنج رجع غنى غنية كتير صعبة انا بهني انه بغني هالقد اغاني صعبة بس ياريت بقدري غنيها بسلاسة ياريت ما يحسسني قديش صعبة لانه بصراحة بس شوف مروان بتعب وبالتابلويات صار تابلويات بلاحظ بالبرايمات انه طب اوكي يمكن ما عم ناخد منه يركض ويعمل رياضه على المسرح بس تب الاحساس التفاعل مع الحبيبة مع الاشها اللي عم بتصير حواليك يا مروان الاحساس بدو ينبع منك مش لازم ينطر يعني ما بيقدر يقلي بالصف طب انا ما كنت عم بتمرن مع البنت شفتها لقبل بالبرايم ما راح تشوفها الهارل برايم يمكن للبنت اللي عم بتغني لها بس ما هو ما هي اساسا ما بتعني لك شي هالبنت يعني يمكن يحطولك غير بنت ما هو الاحساس نابع منك انت بدك تتخيل حداً يعني انت بدك تروح بذكريات بشخص بتحبه بشي يعني مش عبيعرف مروان انه الاشي بدو تنبع منه السلاسي بدو تنبع منه البساطة بدو تنبع منه الكاريزما منه فمشن هيك انا النصيحة الوحيدة لمروان يمكن ما بعرف يعني عم بسأل اسادي جربوا عطوش مرة غنية كتير هاينا عن جدش غنية خفيفة من هو الاغاني الخفيفة يلي ما بتطلب هالجهد بركي بخف تشنجه وينشغل عليه اكتر على الاداء عن التحدي بالصوت خليكون تحدي بالاداء بس عامة يعني اكيد صبي مشتهد مشتغل يعني حرام ما فينا ننكر صوته رائع انا بس رحبلش بالاجابيات انه لا شك انا بالنسبة لقالي انه مبارح مروان بالبرايم لأول مرة شفته من اريح المرات عم بغنى يعني حتى تفاعله بالتابلومة كان احلى من كل المرات اللي سبقت وانا بحب اني نوه بهيدا الشيء لان شفناه اكيد بس نحنا عم نقارن بالبرفورمان طبع مروان كمان اليوم بدي اقول اشتاعة تيك ريدي بس حلو اللي نكون واضحين انه مروان اليوم كتير صاخن عنده متهبين سلعيم وانا مبارح سأب انه كنت بالصاف وشفته كان بحالة كتير صعبة بالرغم من هيك المنيح انه تخطى هيدا الصعوبة وغنى اليوم قدامنا منذ ما يقلنا انه هو مريض وهيدي شغلة لازم كل واحد يكتسبها لانه بكرة يمكن يضطروا يكونوا بحفلات هنو صاخنين ولازم يعرفوا بكل الاحوال يطلعوا صوت عما بالنحية القصص اللي بدي احكي عنا سلبية هي شغلة قلتيا باتي كتير مهمة انه انا مش مضطرة حسس المستمع لو كان هو منو موسيقى متخصص انه هيدا غنية يبقى كتير صعبة وفيها كتير عرب وانا نازل فيها عرب وشوفوا شو بقدر عرب هيدا الشغلة بركي انه بتكون دايما عقدة اللي بيغنوا وبيعربوا انه شوفوا انا شو بعرف اعمل هيدا منا تحدي منا مرجلة منا مرجلة انه انا هلقدي عرب المرجلة هي اني اطرب لقبالي يعني دايما منقول انه يمكن عربة واحدة تسحب لقاه من المستمع وتكون هي كافية او بتعود عن مئة الف عربة ممكن الواحد يعملها متل اذا واحد اكل صينية حلو اخر شي بيحلى قلبه بينما اذا ضيق قطعة بيمبسط فيها وبيستلس فيها نفس الشي بالمغنى انه هالقضيف وهالقضيف وهالقضزيد وهالقضح عرب بتاعب العميس ماني هيدا الانتح سنتفيه مدون ما تعرفه يمكن هو شو عمل مش يعني انه هو متشنج بالعكس هو عم بيكبها العرب موجودة عنده بطريقة تلقائية مش لانه تعود بالجامعة يغني اشياء صعبة او انه يمكن هولي قصص هو بعد مش واصلن بالكورات لاخدن بس هو بيحب انه يغني قصص صعبة لانه صوته قادر انه يغنيهم ولكن اللي ناقصه هو الخبرة يلي بتخلي يعرف كل مطرح وين يحط العرب المناسبة تتكون الغنية احلى كمان هيدا ان شاء الله نقدر نساعده فيها اكتر واكتر تميشين مرواني يصير مزوء باختيار العرب يلي هو بيملكه اصلا ولكن يلي بتخلي الغنية تطلع بشكل انسيابه ومريح للمستمع